بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تأثير احلام بوشكياء الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الرائحة الكريهة هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الرواقح الكريهة او رؤية الجسد الكريهة اولا الرائحة الكريهة من الرؤى اللي بتدل على السمعة سيئة من الرموز اللي بتدل على ديون على شم رائحة كريهة من الرؤى اللي بتدل على سماع الرأي لاخبار سيئة كمان خروج رائحة كريهة من الرأي بين الناس في معنى كده انه هيتكشف ليه سر او هينكشف ليه امر معايد كمان خروج رائحة كريهة أحياناً بتدل على ارتكابه لزنبه أو ارتكابه لمعصية كمان رائحة العرق الكريهة برضو من الروع اللي بتدل على انتشار شائعات عن الرأي أو قيامه بأعمال أو بسلوك شوية الأفعال دي أو السلوك ده هتعود عليه بين خسلين كمان رائحة الكريهة أو رائحة القدم الكريهة من الرموز اللي بتدل على ان الشخص ده بيسعى وراء شيء محرم أو شيء فاسد كمان رائحة القدم الكريهة أحياناً بتدل على ان هو بيسعى وراء أمر دنيئ برضو رائحة الكريهة من الرموز اللي أحياناً خصوصاً لما يشوف رائحة طعام كريهة فأحياناً بتدل على كسب ومال ولكن المال ده مال فيه هرمونية كمان رائحة الطعام الكريهة أحياناً بتدل على الهم أو على الحزن كمان خروج رائحة كريهة من البيت من الرموز اللي بتدل على نقص في الدين لأفراد الأسرة أو أفراد العائلة أو ارتكابهم سلوك سيء أو أفعال سيئة كمان الرائحة الكريهة للشخص الغني فمن الرؤى اللي بتدل على أمر سيء هيحصل له للشخص الفقير بيدل على هم أو على حزن للشخص اللي في قرب فبيدل على ديئة أو على قرب شديد للشخص المسافر أحياناً شام رائحة كريهة أحياناً بدل على خسارة أو على فشل للشخص اللي شوية غير ملتزم فبيكون يعني بدل على زنب أو معصيف عليه إن هو يوتوب شام رائحة شخص كريهة يعني لما يشوف الرأي إن فيه شخص قدامه الشخص ده هو لي يعني لي رائحة غير مستحبة فمن الرؤى اللي بدل على ضرر هيقع على الرأي من الشخص ده لو كان معروف لو شخص مجهول فممكن يبقى ضرر هيحصل عليه من أشخاص آخرين لما يشوف إن هو بتاعت عن الشخص اللي لي رائحة غير مستحبة فبيدل على إبتعاده عن ناس شوية كانوا مفسدين أو أشخاص سيئين شام رائحة كريهة من شخص بينا وبينه عداوة أو خسم فمن الرؤى اللي بدل على كشف أسرار للشخص ده ومن الرؤى اللي بدل على النصر عليه شام رائحة من شخص إحنا عارفينه فمن الرؤى اللي بدل على فساد الشخص ده أو ابتداح أمره أو يعني في اتشاف سر أو معلومة خاصة بي كمان شام رائحة كريهة من الزوجة فمن الرؤى برضو اللي بدل على كشف سر ليها شام رائحة كريهة من الابن أو من البنت فمن الرؤى اللي بدل على عقوقهم أو على يعني كبيرة من الكبائر هم بيرتكبوها الأخ برضو لما نشم منه رائحة كريهة فمعنى كده أن الشخص الأخ ده محتاج نصيحة ومحتاج دعم الأخت برضو لما نشم منها رائحة غير مستحبة فدي صمعة سيئة لها أو اكتشاف سر أو للأسف فضيحة للأسف كمان خروج رائحة كريهة من الرؤى اللي بدل على أمر شوية يعني اكتشاف أمر شوية معيب كمان أحيانا لما نشوف رائحة الفن الكريهة فده كلام سيء بيقال كمان يعني شام رائحة كريهة أثناء الوضوء أو أثناء الاختسال فمن الرؤى اللي بدل على رجوع الشخص عن توبة يعني هو كان هيتوب ولكن هو راجع عن التوبة كمان أثناء الصلاة فمن الرؤى برضو اللي بدل على عدم أمانة دي الرأي كمان من الرؤى لما نشوف خروج رائحة كريهة من شخص احنا عارفينه في المنام فده سمعة سيئة لي شام رائحة كريهة بشكل عام فده سمع أخبار غير مستحبة شام رائحة كريهة من شخص قريب أو شخص من الأقارب فدي مشاكل وخلافات عائلية رائحة رائحة الفم الكريهة زي ما قلنا من الرموز اللي بدل على كلام سيئ بيقال أو كلام في الفحشة أو كلام بزيء أو كلام هيسبب فتنة أو هيسبب مشاكل رائحة الفم الكريهة ده ابتعد الرأي عن السنة وعن اتباع السنة لما نشوف ان في شخص تاني هو اللي رائحة فمه كريهة فده يعني كلام مزمون أو كلام سيئ هو بيقوله على الرأي رائحة الكريهة للميد من الرموز اللي بدل على ديون أو على مستحقات للميد للآخرين فعلى الرأي ان هو يدفح عنه كمان شم رائحة رائحة الفم الكريهة لشخص من الأقارب فده قطيع أو بعض أو خلافات بين الأهل ده كده باختصار أهم التفسيرات المتعلقة برؤية الرواقح الكريهة بشكل عام بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا وشوفكم إن شاء الله في فيديو قديد معاك